بات لزامندق ناقس الخطر هكذا وبدون انتظار 26 ألف حالة لمرض السكري مسجلة بولاية شلف وما يربع 900 حالة في الوسط المدرسي بجميع أطواره أغلبها يتعلق بتغذية غير متوازنة فيما يفوق 26 ألف مصاب وذلك حسب الدراسات المقامة في الجزائر وفيه رقم ربما مؤكد من طرف مصالح الصحة العمومية لهوة المتمدرسين لـ 900 مصاب في كل أطوار الثلاثة لم أجل غير تتحمل السبب يكون في الغذاء لذلك اليوم سينا ندر الوقاية من هذه الأمراض المزمنة باستعمال غذاءتنا وعلى ذكر حمالات التحسيس ومن صنع جزائري دخلت أجهزة لقياس نسبة السكري في الدم قيد التسويق لتنافس بذلك المنتوج المستورد ويأتي هذا بعدما شهدته الصيدليات من نفاذ لأشريطة الإختبار نقدر نفس المنتوجات العالمية ونقدر نفسه 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 نالجيريا نحن نفسه 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 يجدر التنويه أن عمليات التشخيص المبكرة التي نظمتها مديرية الصحة تنسيقا مع فعاليات المجتمع المدني قد أسهمت وبشكل فعال في اكتشاف المئات من الحالات التي كادت تتطور نحو الأسوأ ترجمة نانسي قنقر